السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشغل انفو جرافيك بيدي قوة للمنتج بتاعك لسبي بتاعك للكتاب بتاعك البحث بتاعك فتباحك كواسي جدا ودلوقتي يبقى بالذكال الصناعي باش لازم تصمم كل حاجة. لا انت ممكن تدلل الموضوع وهو يبدأ ان هو يساعدك في التصميم. فعندنا الموقع الجميل دوت انفو جرافي. هقول له start for free. وابدا اعمل حساب. واديله بس الفكرة اللي انا عايز. فبيقول لك انا اجاهز ان انا اعمل لك الانفو جرافيك. بس انت عايز تعمله منين من بلوج ولا توبيك ولا كنتنت. يعني انا ممكن ادي له المدوانة بتاعتي هو يبدأ انه هو يعمل لها انفو جرافيك. او ممكن تدي له توبيك موضوع معين. تمام? او ممكن تدي له كنتنت تبدأ تكتب له كل حاجة اللي انت عايزها. يعني هتخقه ببست البحث كله تبدأ ان انت تدوله. طيب انا هقول له توبيك مثلا واقول له lead rating system. بيقول لك بقى الابعاد اللي انت عايزها تبدأ ايه? عشان تطلع صورة كويسة. وبيقول لك هتاخد من 30 ثانية ل 60 ثانية. ويبقى عندك انفو جرافي. يعني لما تخش ميتينج مسلا وعمل برزنتيشن بار بوينت ولا يا حاجة. وتقعد تكتب كلام كتير ولا لما تدي له صورة فيها التفرعات بتاع كل حاجة. يعني على سبيل المسال مثلا شجرة العيلة بدلا ما تقعد تكتب وفلان خلب فلانه وبتاعة ترسم لهم بس شجرة العيلة. هما يبصولها هيفهموا كل حاجة ان شاء الله. فاتل ايه عمل لك حاجة بالشكل دوت. تمام? يقدر شرح لك بقى ايه هو النقط نظام النقط اللي عنده والفوائد لو انت خدت الشهادة والحاجات دي كلها. او عامل واحد اتنين تلاتة اربعة عامل كتير. ممكن يكون في حاجات معمولية من قبل كده فبدأ انه هو يزيره لك. فانا ممكن اخد اي واحد من كوبي وابدأ ان انا اخده معي. طيب ممكن نقول له لأ احنا عايزين لحاجة بتاعها بشكل مختلف. تمام? على اساس هنحطها في الباور بوينت. يبقى نفس الماس اللي احنا متعودين عليه. طبعا هو في اي حاجة تعجبك ممكن تسايفها. ممكن تعمل تبدأ بتنبليت. تمام? فهيعملها لي بالمقاس دوت. هتقدر تاخدها وتعطها في بتاعك. يا ريت لو تعرف موقع كبس زي كده. احطها لنا برضا في كومنتات عشان نتعرف عليها. ومنساش اللايك وشير.